قبل ما ندخل على القوائم، قائمة الأهلي هي اللي واضحة المعالم الزمالك واضح أن الفريق أغلبه موجود حتى مع إضافة حسام عبد المجيد لكن النهاردة انتشر خطاب، الخطاب ده بيجي بعد سلسلة من الأحاديث سواء الإعلامية عبر التقارير أو من خلال بعض المسؤولين بشكل غير رسمي أو رسمي على أنه الأهلي مش عايز الزمالك يلعب بالتشيرت الأزرق وقالها رئيس نهادي الزمالك بشكل كده فيه مزحة باعتبار أن الزمالك هيلبس التشيرت الأزرق واتقالت بدأت تنتشر في أوساط مواقع التواصل الاجتماعي باعتبار أن الأهلي مش عايز الزمالك يلبس أزرق وده ليه؟ بسبب أن الزمالك بيكسب الأهلي لما بيكون لابس أزرق فبالتالي فقل خير هنا وفقل غير جيد هنا فالنهاردة طلع خطاب، كل الخلفية اللي حصلت دي طبيعي أن هي تخلي اللي مش مصدى الخطاب يصدقه الخطاب فحوا بتقول أن الأهلي أرسل إلى الاتحاد المصري لكرة القدم خطاباً بيقول فيه هتقولي الخطاب على شمالي هنا بشأن مباراة السوبر المصري موسم 2022 بدولة الإمارات الشقيقة المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري حرصاً من النادي الأهلي دوماً على أن نحافظ على الشكل العام بما يليق بالكرة المصرية نحيطكم علماً أننا نسجل اعتراض النادي الأهلي على تداء النادي المنافس الزية الأزرق الكامل في مباراة السوبر القادمة المقرر إقامتها بدولة الإمارات العربية بتاريخ 28-10-22 واستناداً للفقرة رقم 3 من القانون رقم 4 من لايحة النظام إيه قانون رقم 4 دا؟ الأساسي للفيفا والتي تقر أن يرتدي الفريقين مبدئياً اسمع الفريقان زياً مش زي مختلفاً مش مختلف وأن ارتداء الزية الرسمي لصاحب الأرض في المباراة وبما أن النادي المنافس هو صاحب الأرض في المباراة فيجب ارتداء الزية الرسمي الخاص به بصفته صفته من غير نقطتين فوق التهل مربوطة اسمعه هيه مربوطة صاحب الأرض وأن النادي الذي يرتدي الزية البديل هو الفريق الضيف وهو ما ينطبق في هذه الحالة على النادي الأهلي لذلك نحيطكم علماً بأن النادي الأهلي سيرتدي القميص الأحمر والشرط الأزرق والجوارب الحمراء في هذه المباراة وتفضلوا بقبول وافر الاحترام وحطين شركات الرعاية بتاعة الأهلي بتاعة الأهلي الموسم اللي جاي السوبر ده بتاع الموسم اللي فات مبدئياً فالهو الرعاة الحاليون الجدد مش هيكونوا موجودين في الخطابات الخاصة بالموسم اللي فات الأهلي أساساً مبدئياً كده لم يطبع الرعاة على المكاتبات الرسمية الجديدة رقم اتنين الأهلي من أكتر الحاجات اللي بتعجبني في مخاطباته إن اللغة العربية عندهم سليمة هنا مليانة أخطاء في اللغة العربية ده غير إن موسم 2022 ما فيش حاجة اسمها موسم 2022 يعني الموسم ده بيتحسب بالرقمين 21-22 ثالثاً الأهلي ما عندهش قائم بأعمال مدير تنفيذي الأهلي عنده مدير تنفيذي فمبدئياً كده أول ما تبص على الخطابة تعرف إنه هو مضروب واللي بيضرب القصص دي عادةً بيبقى واحد قاب بيهزر كده فبيبان الأخطاء يعني لكن بسبب الخلفية اللي ذكرناها اللي ذكرناها دي الناس صدقت القصة لكنه خطاب غير حقيقي علشان نزدكم من القصة يعني تأكيداً الأهلي نفى لنا إن يكون أرسل هذا الأمر ثانياً اتحاد الكرة نفى أن يكون استقبل خطاباً بهذا الشكل أو بهذا المضمون ثالثاً بقى واللي احنا بنقوله للحضراتكم إنه الزمالك هو صاحب المباراة كبطل وبطل الدوري وبطل الكاس والأهلي وصيف الكاس وبالتالي من حق صاحب المباراة أن يختار ما يريد أن يرتديه أساساً وده اللي قاله لنا الأهلي بالمناسبة يعني حتى الأهلي زاد من النفي بأنه بيقول لنا أساساً إحنا عارفين إن الزمالك من حقه هو اللي يختار اللي هو عايزه من لبس طبعاً إفي ضمن إفيهات كتيرة بتتقال على مواقع التواصل الاجتماعي بعضها ما هو مضحك وبعضها ما هو غير مضحك ودي أعتقب من الحاجات اللي إيه؟ مضحكة ولا غير مضحكة؟ على حسب بقى أنتوا شفتوها إيه؟ إنما أكيد غير مضحكة من وجهة نظري لكن هيقول لكم أنه عن المباراة نفسها فيه بقى استعدادات واضحة جداً فيه رسائل تفاؤل وفيه رسائل تحذيرية من كل معسكر للاعبيه والبداية هنتكلم عن الزمالك وجسر